السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة سنقوم بتحليل مباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب البراغواي والبداية ستكون مع التشكيلة التي تخل بها الناخب الوطني وليدر غريقي فبدون فلسفة لا يلعب في التشكيلة بثاف طبعاً بهدف زيادة الإنسجام والتناغم بين اللاعبين وأيضاً حافظة على نفس الرسم التاكشيكي التي تخل بها المباراة الماضية التي هي 4-3-3 في حراسة المرمى لدينا الأسد المغربية سينبونو كقلب يدفع كابيتانو رومان غيمسيس بجانبه أشرف داري وكظاهر أيمن لدينا أشرف حكيمي وكظاهر أيصر نوسم زراوي أما في خط وسط كارتكاز لدينا سوفيان أمرابط وقدامه كل من أمين حريس وأيضاً عز الدين أونحي أما عند توليتي الهجوم لدينا كجنح أيمن حاكم زياش وكجنح أيصر مهاري سوفيان بوفال وكقلب هجوم لدينا رايا مايي بداية المباراة الصحيح كانت السيطرة لصالح أسود الأطلس على وسط الميدان أيضاً كنا متبقي البريسينج العالي على دفاع الباراقواي لهذا الأخير كانوا يكتفيوا فقط بالدفاع مع الاعتماد على الهجمات المضادة ولكن للأسف كانت ناقصاً أننا جاء الهجومية بحيث جاءنا بعض الفرص منها فرصة أونحي التي ضيعة للأسف بغرابة وأيضاً فرصة أخرى في الشوء الثاني بعد تمرير حاكم زياش إلى المهاجم رايا مايي وهو الآخر ضيعة بغرابة وهنا عليك أن نقوله دائماً خاصنا مهاجم قناص لمن فرصة واحدة خاصة ماركي لأن مثل هذه الفرص هي التي نحسن بها المباراة في كأس العالم أيضاً المشكل الكابير الذي يعانينا منه في هذه المباراة هو إخراج الكرة من الخلف بحيث لا كنا قادرين على بناء الهجمة من الوراق وللأسف كنا كارتاك ببعض أخطاء على مستوى التمرير التي كنا سوف ندفعه إليه تمانكاش أما من الإيجابيات في هذه المباراة هو الأسد المغربية سينبونو اللي اعتقنا في أكثر من مرة والحمد لله تبت أنه باقي في مستوى اللهم بارك وزيد في ذلك زائد حاكم زيال شفناه في وقت من الأوقات بعدما هيما يعطي في العرضيات التاج للحال الثاني هو التسديد عن بعد واللي كان سيأتي من الهدف الأول وأيضاً يعجبني هو التفاوم بين لاعب الأظهرة والأجنحة وهنا كان قصد مزراوي مع سوفيان بوفل فمثلاً هذه اللقطة المزراوي لكي يدير سبرينته للأمام كي يبالك سوفيان بوفل أيضاً يدير انطلاقة ولكن كي تكون لهم لكي يدير زيادة العددية ونفس البلانك يكون في الجبهة اليومنا مع أشرف حاكمي وهو حاكم زياش وأيضاً هناك واحدة نقطة مهمة جداً فبعدما منتخب باراقواي لعبه الروكني يتمكن بونا من تصديلها وذلك الساعة لعبة كنتراتك في إتجاه سوفيان بوفل وفي اللحظة اللي عمر عليه أحد مدافع الباراقواي في لقطة فنية ومهارية هذه الكرة من فوق المدافع وهناك كان عليه لعبة مباشرة ما أمن حارس إلا أن بوفل اختار الاستعراض وعاود انقالها مرة أخرى على المدافع وبذلك اوتوماتيكاً يقتل علينا الهجمة المضادلة وهذا اللقطة لقيت استحسان الجمهور طبعاً ولكن كنوا على يقين أن المدارب وليدر كريغي ما غديش تعجبه باتاتاً لأنه باغي الواقعية في اللعب وأصلاً فاش غديتلعب أمام كرواتي وبلجيكا فمثل هذه الجزئيات غديتكون مهمة جداً عموماً هذه المباراة كانت مهمة جداً بينات لنا بعض السلبية اللي خاسنا لابد أن نخدم عليها وأكيد كلنا تقع في الناخب الوطني وليدر كريغي وخير وكلامي مع قلة ودل وكالعادة كان معكم إسلام في أمن الله ومع السلامة